الانهيلرز حلقة جديدة من صيدلي يا صيدلي بتبلش هلأ صيدلي يا صيدلي يا صيدلي الانهيلرز أو البخخات الطصصات حسب إذا بتحبوا تبخوا أو تطصوا شلقت ربع العالم بيروحوا بيوصفوا من الحكيم الدواء وبرجوا وبيجوا لعنا على الصيدلي بيقولوا لي هيدا الشي كيف منا نستعمله كيف منستعمل الانهيلر اللي بهيدا الشكل منفتح الغطى وإذا الانهيلر جديد أو صر له أكتر من 10 تيام مش مستعملينه مانا نجرب نرش أربع رشات للشيطان منفض نفسنا منحطه بيتمنى ومنسكر الشفاف كتير منيح وبنفس الوقت لما بدنا نكبس لازم نشرق والشرقة لازم تكون عادية مانا كتير قوية أو سريعة أو بطيئة أول ما نكبس ونشرق ونقطع نفسنا لعشر ثواني من بعدها منتنفس عادة وإذا الحكيم موصف لكم رشتان أو بختان أو طاستان ترجع بتعيدوا نفس الستيبس مرة تانية تاني نوع اللي هو فيه دراي باودر تاني استعمله منفتحه تاني ناخد الدوز مننخرطشه إذا بدكن هيدا الكلك بيعني إنه الدواء صار جاهز كيف مناخده؟ منحطه بيتمنى وهون أهم شي تكون الشرقة كتير قوية يعني بدنا نشرق كتير منيح متى الدواء يفوت على الرواية من بعد ما نشرق الشرقة الغميقة والقوية من نقطع نفسنا بين خمس لعشر ثواني منرجع منتنفس من جديد وإذا الحكيم أكيد وصف لكم بختان بترجعوا بتعيدوا نفس الستاب من أول وجديد ثلاثة رباعة المرضى بيرجعوا لعنا بيقولوا لنا ما حسينا أخدنا الدواء لازم تعرفوا إنه هيدا الدراي باودر كتير خفيفة وبتفوت بسرعة على جون فما بتحسوا حالكم أخدتوا دواء ليساعدكن هيدا النوع عنده هون متل شاشة صغيرة بيفرجيكن عدد الدوزات يا مية وعشرين يا ستين دوز كل ما تبرمو وتخرط شوه بصير يقلو الدوزات طيصيرو سفر لما تصير سفر يعني فضيت وعنا بعض نوع اللي هو هيدا الشي بتستعملو نفس الطرق بس الطريقة اللي بتفرق الوحيدة هي إنه بتخرط شوه بها الطريقة وهون سمعتوا كمانا الكلك الكلك بيعني إنه الدوز صاريت جاهزة تتاخذ بتحطوها وكمانا الشرقة بدا تكون كتير قوية وكمانا هيدا النوع بحط لكم هون الإكران بيقلكم قدي بعد فيو دوزات لما يصير سفر يعني فضيت وفي نوع بيجي معهم مثل كابسولات على جنب أهم شي لما منا نستعملها منسحب دغري الكابسول هي عادة بتكون ترانسبرانة وفيها بودرة بيضة جوه كيف منستعملها؟ دغري منشيلها ويفتحها ونحط كابسول جوه منرجع منسكر وقت ما نسكر ونسمع كليك هيك يعني سكري الحبة صارت جوه شو لازي منعمل؟ منكبس مرة واحدة من الميلتان بنفس الوقت لما نكبسها منكون أدحنا الكابسول فهلأ صرنا جاهزين منفلتها من هون منحطها بيتمنى ومنشرق نفس غميء كتير وسريع لنشرق كل الباودر اللي جوه هلأ في ناس بيكبسوا كذا كابسة يعني هون بيكونوا كسروا أكتر شوير كابسول وبكثير في شقف بيتمنى من الكابسول بس ما تعطلو هامهول الشقف ما بيضروا إذا نبلعو أو نشرقو أغلب الأوقات منحس طعامي حلوي بيتمنى هيدا بيكون من ورا الدواء ومثل العادة منقطع نفس بين خمس لعشر ثواني من بعد ما نشرق لازم نكب الكابسول فإذا كباينا الكابسول ولقينا بعد فيها شوية بودرة بيضة فيها نرجع عن ردة نسكرها ونشرق من أول وجديد وأهم شي تسألوا حكيمكن إذا دواكن هو كورتيكوستيرويد لازم تمخمضوا تمكن كتير منيح بماء بعد كل رشة أو بخة أو طصة هيدا كانت حلقتنا اليوم من صيدلي يا صيدلي اعملو لنا لايك واكتبو لنا بالكومنت لمواضيع العباركن نحكي فيها ونشوفكم بالحلقة الجاة صيدلي يا صيدلي يا صيدلي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة